ماذا يعني لك يسوع المسيح؟ كيف مجيء يسوع إلى عالمنا غير حياتك الشخصية؟ أول شيء صباح الخير يسوع المسيح أنا من 19 سنة كنت واحد مثل هذه الناس الذين كبروا بالحرب وتعرفت على أشياء شريلة كثير بهذا الوقت ولكن كنت عم بغرق بالخطيئة ولكن ما كنت عرفان صحيح كنت مسيحي ولكن ما كنت عرف شيء عن المسيح لحتى يوم من الأيام حسيت فيه تحب وحزن بقلبي وكنت كل مرة أتمنى الموت مع أنه كنت مجوز وعندي أولاد كل شيء عملته لحتى أفرح وانبسط ما خليت شيء إلا ما عملته لحتى أفرح ولكن كنت أفرح لمدة قصيرة وكنت واحد مثلكم قاعد لورا وأتفرج وأحضر وأضحك لحتى يوم من الأيام كان يسوع المسيح عم بيصرخ لي وكان يوقف على باب قلبي وعم بيضئ وكان دايما يصرخ ويقول لي تعال أنا لح رايحك وفعلا يوم من الأيام اختبرت يسوع المسيح وفتحت قلبي وأنا بدي شجعك وشجعك أنك تفتح قلبك وتفتح قلبك للرب يسوع لأنه هو موجود هو ناطرك هو منه بعيد هو عم دق على قلب كل شخص فيكن بس عليك أنك تفتح قلبك ويدخل يسوع إلى قلبك وشوفها السعادة وهالفرح وكيف حتحب يسوع ويسوع حيحبك ويخلصك من كل ضعف يلي أنت فيه برجع لعندك أخ شربل أنت عم ترع على الكيسة هلا بالنبعة تحت وهل عم بتشوف أنه يسوع بيوصل لكل الألوان والأشكال والخلفيات هل يسوع هو للكل ولا يسوع هو فقط لجماعة معينة اختبارك مع يسوع ليس بس الشخصة اختبارك بالخدمة كيف يعمل تغيير على صعيد الخدمة صحيح اللي عم نشوفه خلال خمسة سنين شي غريب ولا قوة على الأرض قادر تعمل هالأشياء اللي عم يعمل الرب يسوع لما تشوف أشخاص من جميع الأديان ومن جميع الفئات ومن جميع الأعمار يأتي إلى الكنيسة ويفتحوا أيديهم للرب ويلقد كتاب المكدس ويوجه نظره صوب الرب يسوع المسيح هذا يزيدنا فرح وكوة عن جد كنت استغرب أن أشخاص صعب كثير يأتي عند الرب يسوع ولكن لا يوجد شيء صعب عند الرب يسوع المسيح ولكن عندما تشوف أشخاص من جميع الأديان توقف حد الصليب وتفتح الكتاب المكدس وعم تقرب الإنجيل حياتهم تتغير وأنا أريد أن أدعيك يا أخي جرب تعالي عند الرب القاتل الكتاب المكدس قد وقت مع يسوع المسيح وشوف هذا الفرح وشوف هذا الاختبار كما أنا اختبرت وكما أشخاص كثير بمنطقتنا ببرش حمود قد يختبروا المسيح لح تتفاجأ وشوفت قديش يسوع المسيح قادر على كل شيء وأهم شيء بهذا العيد خلي يسوع يولد بألبك موسيقى 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 موسيقى